احنا طلبنا من رئيس وزراء بانه يدعونا في احد اجتماعات مجلس وزراء حتى نتحدث مع مجلس وزراء عن حقوق الشهداء فجزاها الله خير ولأول مرة في تأريخ مؤسسة الشهداء نعم في تأريخ مؤسسة الشهداء لأول مرة رئيس المؤسسة يحضر في اجتماعات مجلس وزراء والسوداني ابو شهيد احسنت السوداني ابن شهيد وكان زميننا في مجلس النواب وحقيقة نعرف توجه حول هذه الشريحة ووجه في كثير من زيارات المحافظات ووجه انه ديروا بالكم على حقوق الشهداء فحضرت والاجتماع كانوا موجودين بمجلس وزراء حاضر وكذلك المحافظين حاضرين فكانت حقيقة فرصة جيدة بانه نتحدث مع دولة رئيس وزراء ومع المحافظين ومع مجلس وزراء بهذا الخصوص وتحدثنا عن ملف الاراضي ليش تحدثت عن ملف الاراضي لانه هو متعلق بالمحافظين والمحافظين كلهم قاعدين اي فقلت بانه يوجد تخصير بعض المحافظين زعلوا ليش يوجد تخصير يعني على سبيل المثال انا يعدي محافظة بيها ما يقارب عشرين الف شهيد من كافة الشرائح اي وموزع لهم خمسة الاف قطعة ارض يعني بعد خمسة عشر الف قطعة ارض ما مسلم ساعة المحافظة المحافظة جدا واكيد المحافظة سبعين بالمئة منها فارغة اراضي فارغة يقينا 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 محافظاتنا ونعرفها اي مساحات كبيرة جدا لا تحتاج من المحافظ الا ايصال بعض الخدمات البسيطة لهذه الاراضي وتوسعة الخدمات ويعني اعطاء الاراضي لعوالي الشهداء مو بس العوالي الشهداء حنالطا شنوع الشي يقول ساعة المحافظة شي يعيش شي برر بالله انا شكرت محافظة واسط كان موجود الأخ محافظة واسط مياحي شكرته مو شكرت المحافظة الحالي لا شكرت المحافظة لاناه قبل الأخ المحافظة الحالي محافظين السابقين كانت عتهم نية حقيقية في ايفاء بحقوق الشهداء هذا شكرته سوى شيء ومسلمين كل عوائل شهداء المحافظة سولف لي فشكرته من شكرته شنو بعض المحافظين زعلوا انه يتلمانحش الواقع كل المحافظات الآن كل المحافظات هذا اللي انت انتقدت بحق نعم وزعل نعم ماذا كان يفسر امامك وامام دولة الرئيس ما عنط الشريحة شي يقول يقول احنا قاعد نوزع شي توزع شكثر صار لك انا على سبيل المثال شكثر صار لك وزع له مثلا الف قطعة اي شينطل الشهداء ينطيهم مئة قطعة بالله عليك هو هذا انصاف توزع الف قطعة تضطي الشهداء مئة قطعة زي انت ليش توزع الف احنا ما نقول احنا مؤنانين احنا كعوائل شهداء مؤنانين ودنا بانه حق المواطن الفقير عائلة اليتيم والمواطن المتجاوز يعطى قطعة ارض قبل الشهيد الشهيد اللي ضحى بنفسه هذا المحافظة بسبيل البلد عائلته ما تنطل اولوية الى عائلة اخرى بانه تستلم قطعة الارض ما عدنا مشاهدة هذا المحافظ فايخ وانا يا دولة الرئيس عسنا ما راح اقول لك انت الرئيس راح اقول لك يا ابن الشهيد لو انا مكانك هذا المحافظ ما اعطبه ببعد اقول لكم اطلع روح والله ما اخليه لحظة يوزع الف وثلاثة ارباحة فارغة روحوا شوفوا تجربة البصرة انا شفتها بعيني المحافظ يوزع واول ما يوزع يأسس بجاري ومي وكهرباء ونت تحت الارض والقطعة تسعى لهم مئة مليون صح لانه اكو احساس بالمشؤولية واكو تماهل بالتعامل مع هؤلاء المحافظة اردسه موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة